تعثر في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى رغم مرور 17 يوماً على انقضاء المهل المقرر بموجب الاتفاق للبدء بتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الإنقلابية حتى الخميس السابع من فبراير وهو اليوم الأخير من المحادثات التي كانت قد استُّنفت في العاصم الأردني عمان الاثنين الماضي لم تتضح بعد النتيجة النهائية لهذه الجولة كما لم يتبين ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق نهائي بشأن قوائم الأسرى المقرر أن يشملهم التبادل كل شيء يتوقف على نتائج اليوم الأخير من المحادثات وفقاً للجانب الحكومي الذي قال إنما يجري في عمان يمثل المرحلة قبل النهائية من الإجراءات المتصلة بعملية تبادل الأسرى طبقاً للاتفاق الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ الهدف الرئيسي والنتيجة النهائية هو أن نتفق على قائمة الموحدة هذه التفتيجة النهائية المراحل التي سنمر بها مرحلتين الآن المرحلة الأولى التي نحن بصددها تبادل الردود وهذه الردود سنندرسها ويعرف كل طرف كم رفيع فيها ويشدد الجانب الحكومي على أهمية أن يجري التبادل على قاعدة الكل مقابل الكل وهو أمر يرفضه الحوثيون ويطرحون مقابله صيغة للتبادل الجزئي وبنسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي الأسرى والمعتقلين وحجتهم تتمثل في تباين المطالب داخل معسكر الشرعية على نحو ما جاء على اللسان الموثل الحوثيين في محادثات عمان كان هناك اليوم شبه توافق على أن التنفيذ الكامل والتبادل الكامل للأسرى يعني موضوعه صعب جدا وخاصة في هذه المرحلة نظرا لوجود أطراف متعددة على الأرض تابعين للطراف الآخر ليسوا على رأي واحد وتدور محادثات عمان حول قائمة ضم 15567 أسيرا معتقلا سبعة آلاف منهم يتبعون ميليشيا الحوثي الإنقلابية وهو الرقم الذي جرى تحديده في محادثات السوكهولم وضعت الأمم المتحدة كل ثقة لها خلف نجاح اتفاق تبادل الأسرى حيث شارك المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في انطلاق الجولة الحالية من المحادثات حول الأسرى بين الطرفين الحكومي والحوثي وتنتظر اللجنة الدولية اتفاق الطرفين للشروع في تنفيذ عملية التبادل عبر مطاري صنع وسيئون لكن أكثر التوقعات تفاؤلا لا تشير إلى إمكانية إنجاز اتفاق خلال هذه الجولة من المحادثات في ظل إصرار الحوثين على ما يعتبرونه تبادل جزئيا للأسرى والمعتقلين شيئا فشيئا يتبين أن الجزء الأسهل في تفاهمات السوكهولم ممثلا في اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين تعتارضه المزيد من التعقيدات التي ستتحول معها هذه التفاهمات إلى إخفاقا يضاف إلى سلسلة الإخفاقات التي يعاني منها مسار الحل السلمي في اليمن ترجمة نانسي قنقر